اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيها رياضة نتابع تعادل فريق شباب المسيرة لكورة القدم في المباراة التي جمعته اليوم بمدينة العيون بفريق اتحاد توارق اهلا بكم من جديد بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس جمهورية غينيا بيصاو عسيد عمر سيسوكو امبالو وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده وعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن نحر تهنئه للرئيس سيسوكو امبالو وعصدق متمنيات جلالته لشعب غينيا بيصاو بالطرد التقدم والازدهار كما بحث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة الى فخامتها سيد عبد المجيد تابون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ذلك اثرى وفاته الرئيس الاسبق للجمهورية المرحوم عبدالقادر بن صالح اكد وزير وشوري الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة الموكمنة بالخارج سيد ناصر بوريطة اليوم الخميس المغرب يعتبر التعددية التضامنية عكدة نابعة من رؤية صاحب الجلال الملك محمد السادس وحرص سيد بوريطة خلال اجتماعي التحالف من اجل التعددية الذي نظم عبر تقنية المناظرة المرئية في نيورك على هامش الدورة السادسة والسبعينة للجمية العامة للأمم المتحدة على التأكيد الهذه التعددية تجد تعبيرها في تدابير ملموسة في تدابير ملموسة مثل مشروع تصنيع اللقاحات للمساهمة في السيادة الصحية للقارة الافريقية وايضا في الالتزامات العديدة التي تم اتخاذها في قمة العمل الافريقي التي نظمت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مراكش ما بين تعيينه في العاشر من شتنب الجاري من قبل صاحب الجلال ملك محمد السادس رئيسا للحكومة واعلانه أول أمس عن أغلبية حكومية مؤلفة من ثلاثة أحزاب فقط يكون السيد عزيزة خنوش رئيس الحكومة المعين قد أنهى مشوارا من المشارات لتشكيل الحكومة الجديدة في حيز زماني وجيز وعدوا في حد ذات إنجازا متعدد الأبعاد ودلعا تقرير لعماد أمسمير منذ تعيينه من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسا للحكومة وكلفه جلالته بتشكيلها بعد فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بأغلبية مقاعد مجلس النواب عمل عزيزة خنوش على إطلاق مشاورات موسعة مع مختلف الأحزاب السياسية الوطنية نتائج الاقتراع التي بوأت حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ثانيا وحزب الاستقلال ثالثا كانت عاملا مسهلا لمهمة رئيس الحكومة المعين في بسط تصوره للتحالفات الحزبية التي تقتضيها المرحلة الراهنة والمستقبلية لبلادنا توفر الأحزاب الثلاثة على أغلبية مريحة حسم أمر الأغلبية الحكومية المكونة من الأحزاب الثلاثة وفرض في المقابل الاستبعاد أحزاب كانت جزءا من الجهاز التنفيذي خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين رغم أن بعضا منها أبدى تطلعا إلى الانضمام إلى الحكومة المرتقبة كما هو الحال بالنسبة لحزب الاتحاد للشراكي للقوات الشعبية الذي حل رابعا ليقرر في نهاية المطاف الاستفافة في المعارضة اللقاء الصحفي الذي عقده الأربعاء رئيس الحكومة المعين إلى جانب الأمينين العامين لحزبي العصالة والمعاصرة والاستقلال حمل توضيحات حول المنهجية التي حكمت اختيار هذه الأغلبية ومرامي هذا الاختيار ورهاناته فوفقا للأحزاب المتحالفة فتشكيل الأغلبية الحكومية في وقت وجيز أملته ضرورة الحفاظ على الزمن السياسي والتنموي ودقة المرحلة وتحديات المغرب التي تقتضي التسريع بإخراج وتنفيذ مضامين الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله كما راع هذا التوجه انتظارات المواطنين والمواطنات لا سيما ما خلفته جائحة كورونا من أفار اقتصادية واجتماعية كما أكد رئيس الحكومة المعين أن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية يتمثل أيضا في توجه الإرادة الشعبية كما عبرت عنها نتائج الاقتراع إضافة إلى القواصم المشاركة الكثيرة بين مكوناتها وتقاطع برامجها الانتخابية وتبنيها لنفس الأولويات في الشقين الاجتماعي والاقتصادي هو تنسيق متكامل بين هذه الأحزاب السياسية تبلور أيضا على صعيد تمثليات هذه الأحزاب على المستوايين الجهوي والمحلي مما سيتيح حسب المراقبين بلورة برنامج حكومي إصلاحي جامع ومتكامل إلى جونيف حيث حضرت منظمة المنتدى الأفريقي للبحث ودراسات حول حقوق الإنسان غير الحكومية من أنشطة عناصر البوليساريو الذين يتم تجنيدهم من قبل جماعات المسلحة والجهادية لميليشيات تنشط بمنطقة السحل والصحراء وخلال مختلف الأنشطة المنظمة خلال هذه الدورة اللفتت عدت منظمات الانتباه إلى الانتهاكات المتعددة والخطيرة المرتكبة من قبل ميليشيات البوليساريو والمسلحة بالتواطئ من الجهزة الأمنية الجزائرية في حق ساكنة مخيمات تندو تقرير لمحمد لميل مشاركة الجمعيات الحقوقية في إطار الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجونيف جاءت لإصال صوت ضحايا عن ريات الاختطاف والتعذيب التي تنفذها ميليشيات البوليساريو بدعم من السلطات الجزائرية في خرق سافر للقانون الدولي والتزامات الجزائر الدولية جاءت مرة أخرى لتوصل صوت الضحايا بمخيمات تندوف ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي طالتهم على مدى عقود ولا زالت تطالهم للأسف على أرض الجزائر في ظل تنصر مستمر من الحكومة الجزائرية للانتزام بمسؤولياتها تجاه هذه الساكنة وضمان جبر الضرر والانتصاف لصالح الضحايا ممثلوا المجتمع المدني رفعوا صوتهم عاليا للتنديد بالممارسات القمعية واللا إنسانية التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو في سجني الرشيد والذهبية داعين الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء ما يجري في هذه المخيمات من هنا من ساحة السلام بجنف نحن كفعالية مجتمع مدني قادمين لأقاليم الجنوبية نغل الأمين العام والممتحدة والمفوض السامية لقد سئموا صحراوي مخيمات تندوف من الأعود والخطبات وهم في أمس الحاجة لتدخلكم العاجل لفك الحصار عنهم اليوم من يمثل الصحراويين هم المنتخبين الشرعيين الحقيقيين الخارجين في سندق الاقترع وخاصة الانتخابات التي شهدناها منذ 8 سبتمبر والتي عبرت ساكنة الأقاليم الجنوبية عن من يمثلها وممثلها الحقيقي وهم المنتخبين الشرعيين الحقيقيين الدموقراطيين الذين خرجوا عن سندق الاقترع ومن هذا المنبر نناشد المنتظم الدولي بالضغط على الجزائر من أجل حلحلة هذا الوضع الذي عمر أزيد من 45 عاماً صمت المجتمع المدني حول ما تشهده مخيمات تندوف وتنصل قادة البوليساري والجيش الجزائري من العقاب عوامل شجعت تمادي الجانبين في نهج سياسة الترهيب والقمع والتعذيب في حق مئات الصحراويين في موضوع آخر أفد الوكيل العام للملك لدى محكمة السناف بيغريميم اليوم بأنه تقرر حفظ مسترة قضية وفاة الهالك المسمى قيد حياته عبدالوهاب بالفقه جراء إصابته بطلق ناري بمنزله لكون الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي تابع نص البلاغ البلاغ أوضح إلى أنه تبع للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ الواحد والعشرين من شتنبر الجاري بخصوص هذا الحادث وتنويرا للرأي العام حول ظروفه وملابساته فإن نتائج البحث الذي تم الأمر به حول ظروف وفاة الهالك والذي تم خلاله الاستماع إلى أفراد عائلته وعماله المنزليين وكذا إجراء تشريح طبي وخبرة باليستية على السلاح المحجوز بمكان الحادث إضافة إلى خبرة جينية حول العينات التي تم أخذها بعين المكان خلصت إلى أن تصريحات أفراد عائلته وعماله بالمنزل تؤكد دخول الهالك إلى منزله حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثة 21 شتنبر 2021 حيث بقي وحده بغرفته ولم يغادرها إلى حين سماع صوت طلق النار وفور ذلك دخل بعض أفراد عائلته إلى غرفته ليجدوه ملقا على ظهره والدماء تسيل من بطنه وبجانبه بندقية صيد كما خلصت نتائج البحث إلى أن أفراد العائلة يؤكدون أن الهالكة كان لا يزال على قيد الحياة وقت دخولهم إلى غرفته وأنه طلب منهم عدم نقله إلى المستشفى وتركه بمنزله مبرزا أن حراس المنزل لم يلاحظ أي حركة غير عادية ليلة الواقعة ولم يلج إلى المنزل أي شخص من الغربة تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف الطبيبة الشرعية أبرز أن الوفاة ناتجة عن طلق النار مع غياب آثار خارجية لشظايا الطلق المحيط بمكان الإصابة لافتا إلى أن الخبرة الباليستية المنجزة من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية أثبتت أن الطلق النار التي أصابت الهالك صادر من بندقية صيد تبين أنها في ملكيته وأن تحليل العينات المأخوذة من يده توضح وجود جسيمات مميزة لبقايا الطلق الناري باريوم، أنتنيوم ورساس مع وجود أثار دم الهالك على فوهة السلاح مما يؤكد أنه استعمل بندقيته المذكورة وأضاف البلاغ بأن الخبرة الجينية المنجزة من طرف مختبر التحليلات الجينية أبرزت أن الحمض النبوي المستخلص من العينات المتواجدة بأخمص البندقية وفوهتها وأثار الدم المتواجدة بمكان وقوع الحادث وفات غير ناتجة عن فعل جرمي إلى الأرخبيل الكناري حيث يواصل بركان جزيرة لبالما إطلاق الحمام لليوم الخامس على التوالي لذلك ثرى هذا البركان مخاوفا من وصول الغازات السامة إلى الأجواء المغربية لكن المعهد الوطني الجوفيزيائي الجوفيزياء يستبعد سيناريو خطورة انبعاثات هذا البركان على ساكنة السواحل المغربية القريبة من الأرخبيل الكناري والتفاصيل في التقرير التالي رعب أثاره هذا البركان داخل الأرخبيل الكناري المقابل للسواحل المغربية لكن تداعياته على أجواء المملكة لا تثير القلق لحدود الآن داخل المعهد الوطني للجوفيزياء ترقب متواصل لكل تطورات هذه الكارثة الطبيعية المشرفون على المراقبة يستبعدون خطورة الغازات المنبعثة من البركان عن الأجواء المغربية وتفسير العلمي لذلك هو بعد السواحل المغربية عن مكان حدوث تفاعل المحتمل بين الحمام البركانية وماء البحر التفاعل الذي يفرز ثاني أكسيد الكبريت وهو ما يعني أن نقل الجويل لنبعثات البركان سيخفف من كثافتها وخطورتها في المختبر الوطني للدراسات ورصد ثلوت تقييم مستمر لجودة الهواء بالمغرب الباحثون بالمختبر لم يسجل هذه الأيام أي تغير مقلق على مستوى جودة الهواء تأثير الربراكين يكون أكثر في بعين المكان وعلى المناطق البعيدة وبالتالي كي تعرفوا كان واحد الرسم وهو واحد الفيديو اللي كي تنشر على اللي نشره كوبيرنيكيس وهو واحد الوكالة اللي كتبع الغلاف الجوي عبر الأقمار الصناعية والليبيين كي نوحد السحابة اللي كتمر من المغرب وكتلح تصل أوروبا اللي كان كي يبين فيها ولي هذا صحيح اللي هو بأنه المغرب في المرتبة ديالة اللون البرتقالي ولون البرتقالي ما كيشكش واحد الخطر يرى الباحثون أن وصول هذه الغازات البركانية إلى السواحل المغربية يمكن أن يسبب في حدوط أمطار حمضية قد تكون لها تأثيرات صحية خاصة بالنسبة لمن يعانون من الحساسية الرماد الذي ينفطه البركان واللي عنده دور كبير في التركيب الكيميائي الغلاف الجوي الشيء الذي سيجعل هذا الرماد يرفع من نسبة تكاته لكي يحصل التساقط والآن كنظن أن المغرب كله فيه تساقطة ضعيفة وهذا الرماد هذا ساهمة في التكاته ما نقول شوى السبب لا ساهمة في دليل وهذا الرماد يعود إلى سطح الأرض الآن والآتار ديالوب بفعل الأمطار تكون أقل ضررا مما لو كان بقي عارقا في الهواء بالرغم من أن التتبع الحالي لتداعيات البركان مطمئنة إلى أن المراقبة لا تزان مستمرة لرصد أي تغير في سلوك البركان قد يكون له تأثير على الأجواء المغربية وصحة السكان في مستجدات الحالة الوبائية أعلنت وزارة وصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 1620 إصابة جديدة بكوفيد 19 و2162 حالة شفاء 26 وفاق خلال 24 ساعة الماضية وبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج كوفيد 19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 21 مليون و873 ألف وثلاثمائة ثلاثة عشر شخصا بما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 18 مليون وثلاثمائة ألف ومائة وأربعة وعشرون شخصا تتوزع حالة الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة على صعيد الجهات الجنوبية بتسجيل 32 حالة بجهات العيون الساقية الحمراء 22 حالة بجهات الداخل ودي ذهب وثمانية عشر حالة بجهات قليمي موضنو يعد الصمغ الصحراوي أو العلك بالتسمية المحلية منتوجا تذره أشجار وطلحة التي تنتشر على نطاق واسع بإقليم السزاك مادة بفوادها الصحية والاستشفائية تعد مصدر دخل للعديد من الأشخاص الذين يتملكون مهارات قطف والتقاط هذه المادة من شجرها قبل عرضها بالمحل التي تشتهر بتجارتها روبرتاج لحافظ محضار ومحمود شركي على امتداد شاسع من إقليم أسزاك ينتشر شجر الطلح حيث يوفر هذا الفضاء المميز بخصوصيته الطبيعية والمناخية مجالا مثاليا لنمو هذا الصنف من النباتات والذي يدر مادة السمغ أو العلك بالتسمية المحلية أيوب واحد من أبناء المنطقة الذين يختصون في التقاط منتوج هذا الشجر والذي يعد مصدر دخلهم الوحيد منتوج يشتهر بفوائده الصحية والاستشفائية هذه معروفة بالعلك والنواحي نجون على الكو ونخطون النهار هنا وحد يقع بغير على الكو يقوم بكري شوي تعرف رائد في النهار العلك أدره زين قاعد موليت في الصحة وزين في قندي وزين في ياسم الأمور نستفاده من الطلح فيه العلك تذاك سمعت العلك في ياسم الفوائد الحمد لله يبري قندي ويبري ياسم المسايل وحمدنا مولانا للسحراء اللهم ولك الحمد غانيتنا عن ياسر قد قاعنا قاجم ووقت الفراغ عنده لا يقوم ماسي يزقنا شوي جايب نهاره الحمد لله جايب قدر لكتب مولانا من العلك ولا يمشي يكسعه في النظره بغير يبيعه مستفاد منه ما باعهم وليه مستفاد منه حمدنا مولانا وشكرناه عرف العلك باستخداماته العديدة خاصة في طب الأعشاب والعلاجات التقليدية ما ضاعف الإقبال عليه حيث تشتهر مجموعة من المحل التجارية بعرض أصنافه الجيدة ندرة التساقطات وصعوبة المواسم الفلاحية قلصت من إنتاجية هذه المادة خلال السنين الأخيرة بالنسبة لك هذا العام بالنسبة للوفرة دياله ناقصة هذا العام ما هو موجود وعليه الطالب محليا من العيون ومن الصمارة ومن طنطان الحمد لله المشكل قلت المطار وقلت المطار هي اللي تثبت في عدم الوفرة دياله والحمد لله عليها كان يقبال بالنسبة للكاس يمتاز على باقي الأقاليم في الجودة هكذا إذن تشكل هذه السحار المترامية الأطراف مصدرا لإنتاج أرفع أصناف مادة العلق الشهيرة بمنافعها الصحية والاستشفائية منتوج تبثت تأثيراته الإيجابية على صحة اللاثة والفم وتعزيز مناعة الجهاز الهضمي وخفض مستويات الكوليسترول في الدم فضلا عن كونها مصدرا عاليا للألياف في الخبرية الرياضية المتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة الممثل الوحيد للعرب والقارة الأفريقية في منافسات كأس العالم مع المقامة حاليا في لتوانيا وببلوغه لدور ربع نهاي من هذه المنافسات يكون المتخب الوطني المغربي قد ولج من الباب الواسع ناديا ثماني الكبار للعبة التي ستدخل في مواجهات شرسة لتحديد المتوج باللقب العالمي تقرير محمد بتاح بلوغ كتبت الإطار الوطني هشامد كيك هذه الدرجة من التألق لم يكن وليد الصدفة بل جاء عن جدارة واستحقاق مطرجما الجهود الجبارة التي بدلتها مكونات المنتخب من لاعبين وأطور تقنية علوة على الدعم المادي والتقني واللوزيستيكي الذي وفرته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لبلوغ الأداف المسطرة بعد تتوج المنتخب بطلا على الصعيدين الإفريقي والعربي وبدى واضحا للمراقبين والمتتبعين أن أداء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة شهد تطورا كبيرا بدنيا تقنيا وتكتيكيا وبالتالي اكتسب المنتخب الوطني هوية وطبعا خاصين به يتميز بالتقنية الفردية التي وظفت في قالب جماعي متميز بالواقعية في اللعب والشراصة ورباطة الجأس كما يشكل الانسجام الكبير الذي بلغته المجموعة الوطنية بقيادة شامدكيك عاملا مهما نافي بيا إنوي حملت مواجهة مقدمة جمعته بين شباب المسيرة واتحاد تورغا بملعب مولي رشيد الشوطاء الأول تميز بالحيطة والحضر بين الفرقين مع قلة المحاولات السانحة للتجيب على فريق الزائر المواجم جوزيف كامبوس ليدخل الاتحاد غرفة الملابس بتقدم على مستوى النتيجة النصف الثاني من هذه المواجهة تغيرت المعطيات وطريقة اللعب لشباب المسيرة بعد تعليمات المدرب حسن الرقراقي وتغييراته في تموضع اللاعبين نهج هجومي قبله تكتل دفاعي للضيوف التي تتولى الهجمات للمحليين التي وجدت حارس دو تجربة اسمه عبد الرحمن الحواصلي الهجمات المرتدة الاتحادية بحثا عن هدف الأمان لكن لا شيء يذكر على مستوى النتيجة لفريق اتحاد التورغا دماء جديدة دخها فريق شباب المسيرة في تشكيلته ستعطي أكلها بعد محاولات جد البديل جامع مرزوبي يعدل النتيجة بهذه الكيفية آخر أطوار هذه المقابلة حملت خطورة شبابية والدفاع اتحادي انتهت معه المقابلة في أجواء رياضية بالتعادل هدف لمثله كنا طمعين أننا نفوزوا بمباراة لأننا كما كتعرف بدينا بداية جيدة كنا إن شاء الله عزمين أننا نأخذوا ترواب بوين دي المباراة هذه ساعة لقنا خصم تواقف في المستوى الحمد لله مباراة كانت قوية تلقينا هدف الشوت الأول خرجنا الشوت الأول داركنا لموقف الشوت الثاني أخدمنا وقا مهبطنا شيء دينا كما كتعرف الجامع قنا خدامين تأتينا الهدف تعادل وكنا قريبين أننا نفوزوا في هذه المباراة الحمد لله على نتيجاتها إيجابية الحمد لله أن الفريقين أدوا مقابلة جميلة رغم الملعب تتبدل فيه واحد مجهود كبير بحكم عشب إصطناعي المسؤولين موفرين جميع الظروف الحمد لله باش أن الفريق يكون في الواجهة ويؤدي اللي عليه باش أنه يحقق المبتغة دي الفريق هو الصعود الحمد لله لاعبين حاسين مسؤولي عليهم سيقوموا بمجهود كبير لا غالب ولا مغلوب هي نتيجة فريق شباب المسيرة ضد اتحاد تويرقا على الفريقين الآن التفكير في المواجهات المقبلة برسمة دورة الرابعة الاتحاد سيستقبل نهضة خميز مامرة وشباب المسيرة سيرحل لفاس لمواجهة الوداد المحلي خبرنا متواصلة لكن ضمن جديد الصحف الصدر على نهاية الأسبوع في تقرير لعياد سرتي نستهل قراءتنا لجديد الصحف الأسبوعية من صحفة الأسبوع الصحفي وكتبت السنكر المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والمعتقل السابق في سجون البوليساريو الفاض البريكا بجونيف مناخ الترهيب والقمع السائد في المخيمات داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الجزائر من أجل وضع حد لسيادة الفوضى في المخيمات المذكورة مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الجزائر من أجل وضع حد لحالة اللاقانون السائدة بالمخيمات والتي تشجع على استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والاختطافات ضد المحتجزين الصحراويين صحيفة هسبريسا الإلكترونيا كتبت ندلة منظمات غير حكومية شاركت في ندوة افتراضية نظمت بجونيف على هامش الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان نددت بالإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المسؤولون عن جرائم التعذيب وحالات الاختفاء والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف وصلت المتدخلون خلال هذه الندوة الضوء على أسوأ الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات البوليساريو مستنكرين بشكل خاص حالات الاختفاء القصري والمعاملة القاسية واللا إنسانية للمعارضين في السجون والاضطهاد المتواصل للمدافعين عن حقوق الإنسان واختلاس المساعدات وتجنيد الأطفال وحذر حرية التنقل ودعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومحبي السلام إلى التدخل لوضع حد للانتهاكات والممارسات اللا إنسانية الأخرى التي ترتكب في حق الساكنة بهدف خنق الاحتجاجات والغضب الشعبي في المخيمات بكل الوسائل مطالبين بالكشف عن مصير المفقودين ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم في السياق ذاته صحيفة برلمان كومالالكترونيا كتبت في آخر مستجدتها الإخبار ينشر موقع يوروب بريف مقالا حول تنظيم اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للثقافة الإفريقية تظاهر موازية حول انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وذلك على هامش الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجونيف وقد شاركت في هذا المؤتمر أطراف دولية فاعلة في مجال حقوق الإنسان وممثلون عن المجتمع المدني بحسب بيان توصل به موقع الصحيفة وقد قام المتدخلون خلال هذه الندوة بعرض مختلف أشكال الانتهاكات التي ترتكبها البوليساريو مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وتحويل مصار المعونات الإنسانية الموجهة للساكنة وجميع أشكال الانتهاكات الخطيرة كما ندد أيضا هؤلاء على وجه الخصوص بقضية تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الانفصاليين وحالات اختطاف معارض قيادة البوليساريو وكذا ممارسات التعذيب داخل السجون صحيفة المشعل كتبت في عددها لهذا الأسبوع حققت الرسالة التي وجهها السفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة عمر هلال إلى مجلس الأمن والأمان العام للأمم المتحدة في العاشر من شتنبر الجاري بشأن سير الانتخابات العامة للثامن من شتنبر بالمملكة بما في ذلك بالصحراء المغربية حققت مرادها بإقدام الأمان العام للأمم المتحدة على نشرها واعتمادها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن وباللغة الست للمنظمة وذكرت المشعل بأن هذه الرسالة التي أطلعت الدول 193 الأعضاء في الأمم المتحدة على واقع النسب المرتفع لمشاركة ساكنة الصحراء المغربية في الانتخابات الأخيرة والتي تمثل تأكيدا جديدا من خلال سنادق الاقتراع على التشبث الراسخ للمواطنين بهذه الأقالم بمغربيتهم كما أبرزت ذلك رسالة السفير عمر هلال تقل إلى عفو الله المرحوم إبراهيم والمحمود واللعب الله والحسين الشرقي عن سن تناهز 95 عام الفقيد ينتمي لقبيلة توسة الداوتية تقل إلى عفو الله المرحوم شافي محمد والإبراهيم والسيد أحمد عن عمر يناهز 51 عام الفقيد ينتمي لقبيلة تلحسن وانتقلت إلى عفو الله المرحومة خناثة منتر بشير والبيد في الملانة عن عمر يناهز 71 عام الفقيدة تنتمي لقبيلة ترقيبات لبيها تقلت إلى عفو الله المرحومة فاطمة منتر حسين والمبارك أبو لقرق عن عمر يناهز 33 عاما قد تنتمي لقبيلة صبويا تغمض الله الجميع بواسع رحمته واسكنه مفزيح جنانه وألهم ذويهم الصبر وسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون اللحظة إلى الورقة الخاصة بأحوال التقس والتوقعات غدا بمشيئة الله ستظل الأجواء مستقرة على العم مع سماء الصافية إلى قيادة الصحب بالمنطقة درجات الحرارة المرتقبة غدا إن شاء الله 27 برباط بباقي الملاطق ستتباين درجات الحرارة استراح ما بين 27 بكل من سيدي فني وكذلك بمليميم 28 بالطنطام 26 بالصمارة 30 ببكرة 31 ببجدور 35 بالعيون طرفايا 36 وكذلك 36 منتظرة بأسا وزاك بباقي الملاطق 27 بالقويرة 29 بالداخل 40 بأوسر 38 بالمضريقة و38 كذلك بكلت الزمور حالة البحر وعلو الموج على الساحل الأطلسي الجنوبي سيكون بحر قليل الهاجان إلى هاج استراح ما بين متر إلى متر شرق سمسة غدا إن شاء الله سيكون على الساعة السابعة واربعة واربعون دقيقة الغروب على الساعة السابعة واثناني واربعون دقيقة حالة التقص بعض العواصم والمدن المجاورة 35 بالموكشوطة العاصمة المريتانية 37 بالواذبو 40 بالزوارات و37 متوقعة بيتندور والآن إلى تذكير بأبرز العلاوين ضمن هذه النشر تشكيل الأغلبية الحكومية بثلاث أحزاب تحالف تشتغل على الهندسة الحكومية الجديدة وأمامها مجموعة من الرهانات والانتظارات ومن جنيف تابعنا منظمات غير حكومية تدين الفلاتة جلادية البريساريو من العقر في نشرة أيضا السمو الصحراوي أو العلق بالتسمية المحلية منتوج تذرها الشجار الطلحة التي تنتشر على نطاق واسع بقليم أسزا وفي الخبر الرياضي تابعنا تعادل فريق شباب المسيرة لكرة القدم في المباراة التي جمعت اليوم بالعيون بفريق اتحاد تواري تاتي النشرة الإخبارية عفية أمان الله اشتركوا في القناة